عضوية الجزائر في اتحاد الصحفيين العرب قد يرفع عنها التجميد بزيارة وفد عن الاتحاد للجزائر بغرض التباحث مع أهل المهنة لتأسيس نقابة جزائرية للصحفيين الجزائر الآن متشتتة نقابيا لا توجد جهة تلملم هذه المجموعة وتعمل نظام داخلي أو قانون وحتى الدولة الجزائرية لها دور في هذا الموضوع لم وزارة الإعلام أو وزارة الاتصال في الجزائر عليها أن تأخذ المبادرة وتجتمع بقيادات الإعلاميين في الجزائر ويعلنون عن إعادة تأسيس النقابة معيب أن تبقى الجزائر بلا نقابة قوية ومؤثرة لذلك سنسعى نحن وأنا شخصيا سأسعى إلى تكوين هذا الجسم النقابي الجزائري ليكون عضوا في اتحاد الصحفيين العرب بل عضوا مؤثرا نقابة الصحفيين العراقيين تعتبر مثلا يقتد به زملاء المهنة هناك انتزعوا مكاسب عديدة النقابة تمكنت وبحكم الدستور من الاتفاق مع الدولة من أعطاء كل صحفي عراقي مشترك أو مسجل في النقابة قطعة أرض سكنية مجانا في وغداد والمحافظات وأيضا تعطيه قرضا من قبل صندوق الإسكان لا يقل عن 40 ألف دولار للبدء في بناء هذه الأرض كمسكن له وهذا القرض بدون فوائد ويسدد على سنوات بعيدة أيضا للصحفيين العراقيين خصوصية الحصول على تخفيض بنسبة 50% على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية وباقي الخطوط البرية أو البحرية بل ويشاركون أيضا في تشريع القوانين كان النقابة الصحفيين العراقيين دور كبير أيضا في مجال تشريع القوانين التي تخدم الأسرة الصحفية والعمل الصحفي في العراق كان أبرز هذه القوانين هو قانون حقوق الصحفيين العراقيين اتحاد الصحفيين العرب يعمل على أن يكون له تأثير عربي وإقليمي لصون حقوق الصحفيين الاتحاد بدأ يعيد بناء نفسه بطريقة أوسع الآن الصحف الذي يعتقل في ليبيا نحن مباشرة يكون لنا صوت لأطلاق صراحة الذي يختطف في سوريا أو في العراق أو في تونس أو في أي بلد نحن لا يمكن أن نسكت رغم أن التعددية الإعلامية في الجزائر تقارب الثلاثين سنة إلا أن الحقل الإعلامي لا يزال مشتة بغياب نقبة حقيقية غياب سهم في ترد أوضاع الصحفيين وضيع حقوقهم